أكيد ستة مرة توفيق الله يطول بعمرة الفنانة الكبيرة والأديرة نحكى شائعات أقابل أحاديث هي ما حكيت بالموضوع بس انتقلت أنه في شي منه شوفي أولا خلينا نوضح أنه كان في زواج بينك وبين الستة مرة توفيق صح أو لا يعني هي الستة مرة إنساني كتير بيحترمها ويخدرها وإلى تاريخها الفني وكاني لشرف أن هي كانت بطلة أول عمل غنائي استعراضي بقدمه بسوريا هي فنانة الكبيرة وديعي الصافي الله يرحمه ومحمق الجبر وحوالي 80-90 فنان وفناني سوريين فكان أول عمل غنائي استعراضي سوري نعم يقدم وكانت سميرة بخلاقي الفترة معرفتي فيها عن قرب وتطورت هذا هي المعرفة تطورت شوي شوي يعني لقيت فيها الإنساني طيبي جدا غير البهرجة الأضواء نحن بقوله من جانب الآخر فيها الروح الإنساني الجميل وتطورت علاقتنا وصارت قريبة مني ومن الأحل وراحت عندي عضيعة عضيعتنا الأساسية وقاعدة فترات طويلة خليني يقول كانت هيك علاقة ظريفة بينه وبينها يعني طالما ما حكت بعمليات الزواج بس هو بناتك قالونا إنه كان فيه زواج صح؟ يعني تقريبا هيك هاي دي تقريبا هاي بعد هاي بعد ما اخترعوها عفكرة إذا اخترعوها تلتربع الناس بدي سألك لك بدي سألك لك إذا أنا وياكي في علاقة ما فنخترت زوجي وانت ما حبيت تعترفي في هذا الزواج أو في إشهار هذه العلاقة بيجي أنا بفرض عليك الإشهار هذا لا لا بترك بحترم لك خصوصيتك ورأيك أوكي معك حق